موسيقى 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 مساء الخير الحبائي وعزائي كل عام وانتم بخير وكل سنة وكل إخوتنا المسلمين بخير بمناسبة عيد بفتر المبارك لهم بعد سيامهم سيام شهر رمضان المعظم لهم هناك أقويل كثيرة وأفعال كثيرة أقويل أن أن الفتاة القبطية القاصر دميانا أيمن طرقت دينها المسيحي هل هذه الأخبار أخبار حقا؟ ولماذا كل هذه الأقويل منذ بداية هذا الشهر شهر إبريل الماضي وكل هذه الأحداث في شهر رمضان من أجل تطبيع الفتنة بين إخوتنا ولكن حقيقة الأمر أصبح كثير من الإطالة وكثير من الهمجية وكثير من المحاولة الواقعة بيننا وبين إخوتنا ولكن لن يتمكن أحد أبدا لهذه الأمور الآسفة وتمكنت رجال الأمن من إعادة الفتاة القبطية القاصر دميانا أيمن طلعت صاحبة العمر الخمسة عشر عاما والتي اختفت أول أمس فيه بهتين بشبه الخيمة خد لكم الكلام أول أمس ويتم الآن إنهاء كافة الإجراءات القانونية تمهيدا لتسلمها لأسرتها من هي دميانا أيمن طلعت دميانا أيمن طلعت هي فتاة قبطية قاصر تبلغ من العمر خمسة عشر عاما اختفت في ظروف غامضة يوم الجمعة الموافق تسع وعشرين إبريل الساعة الثانية عشر دور وكانت دميانا قبل اختفاءها في طريقة للدرس من أمام مساكن إسكو في بهتين واتهمت أسرتها الشاب باختطافها وقام بإرسال رسالة لأسرتها عبر تطبيق الوابساب يبلغ فيها أن دميانا صحبته وبصحبته واستغلاثت على الفور أسرة دميانا أيمن طلعت برئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية وجميع الأجهزة الأمنية بسرعة التدخل الفوري من أجل عودة الفتاة لأسرتها ولمنزلها ولكن قبل أي شيء هل بالفعل ذهبت دميانا مع زميلها أو صاحبها زي ما هو بيقال ولهي طرقت أهلها ودينها بسبب هذا الشاب أسرة دميانا تطلب الدعاء والصلاة من أكل عودة ابنتهم المختفين وطلبت أسرة أصدقاء دميانا أيمن طلعت في رسالة لجموع الأخباط بطلب تكسيف الصلاة والدعوات من أجل عودة الفتاة لقاصة دميانا طلعت لأسرتها سالمة ودون أي أزا وسرعة التوصل للخاطف الذي لم يعلن عنه حتى الآن ولم يعلن شيئا عن عهويته حتى الآن وعلق أحد الأخباط على استغاسات أسرة دميانا إن مصر بلد الأمن والأمان وإحنا عايزين نلاقي الأمان في بلدنا واستجابت على الفور الأجهزة الأمنية لاستغاسات ونداءات أسرة دميانا والأخباط وتحرقت على الفور ليتم الإعلان منذ قليل عن التوصل لمكان دميانا أيمن طلعت وأنها الآن بصحبة الجهات الأمنية وفي انتظار إنهاء الإجراءات القانونية قبل تسلمها لأسرتها قيل قبل ذلك بنفس هذا الكلام ونفس هذه الألفاظ عن سيمون عادل التي كانت بالوراك الحقيقة هنا الحقيقة أين لا نعرف ولا نستطيع أن نعرف إعلام معتم وإعلام مظلم وأخبار مظلمة الحزن والحصر يسيطر على الجميع ولحظة دفن بشوي ومرنة ماذا حدث سادت حالة حزن بمحافظة الأسكندرية بعد أن ودعت المحافظة الشقيقين بشوي ومرنة شفيقا لزين توفي أثر حادث كبير أثناء استعددهما لحضور حفلة خطوبة شقيقتهما لقتل العريس والعروس بقى في العناية المركزة ماذا حدث خيم الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصدقاء الشقيقين حيث نعتهم بكلمات حزينة احتوت على حزن وحزن وربما صدمة مما حدث دفن بشوي ومرنة أصوات الأجراس تدوي ورود بيضاء في المقدمة وسور للمفقودين تصدق الصناديق هكذا كانت جناجة الأخوين التي حضرها المئات العشاق والأقارب بكنيسة القديس جوري يوز بغيث الجاية بالأسكندرية حيث نشر العديد هنا لأصدقاء مقاطع فيديو تسجل لحظة التشريع ودفن الطفل سنائي وسط بكاء العشاق يرددون وداعا عزيزي حادث وفاء أشقاء العروس نشر شاب يدعمين عماد تفاصيل الحادث طالبا الدعاء والدعاء لأصدقاء والذين تعرضوا لحادث معساوي أدى إلى نقلهم للعناية المركزة خلال الساعات الماضية عبر حسابه الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ميري وخاطبها تعرض لحادث أثناء ذهبهم لإرسالة إكليلهم من الظهور من شوير وحالتهما لسوء الحظ كانت سرطهما قويا مؤكدين أن إخوة العروس بشوي ومرنا والمصور قد ماتوا بالفعل مات المصور وتوفى شقيقهما بشوي ومرنا أخته أيضا ميرنا شقيق طالبة الفنون الجميلة وشقيقها بشوي هؤلاء الإخوة الذين عايشوا به خدمة الكنيسة في فريق الكشافة شهادوا من قبل الأصدقاء والأقارب زوء التشنيات الجيدة والمعاملة الجيدة نشأوا تنشئة جيدة جدا وعاشوا معا وغادروا معا في جنازة مهيبة شارقوا بيها مئات من الأقارب ومئات من الأصدقاء ولدينا سوار من الجناز رحم الله وزين الشقيقين رحم الله مصر من كل حزن ومن كل أسن أمور مؤسفة أمور محزنة لماذا هذا الضلال الذي يحل على جميع الشباب المضل الذي يحاول أن يعكر الصفوف بين الإخوة المسيحيين والمسلمين عفوا هالة سرحان وسؤال إناش الدغيدي اتجوزتي هالة سرحان في السر وإناش الدغيدي أجابت بدون أتردد وبكل جراءة اتررت أن أقول هذه المقالة لأشهدكم مدى تفاهة وسخافة الإعلام قالت المخرج المصرية إناش الدغيدي عن قصة زواجها من الإعلامية هالة سرحان والتي فجرها المستشار مرتضى منصور في حجوم عليهما وقال حينها إن إناش الدغيدي وهالة سرحان قد تزوج في بريس الأمر الذي فجر جدرا وقال الإناش الدغيدي لغيال استضافتها ببرنامج المتوحشة معنى الإعلامية سالي عبد السلام والذي يدعى عبر فضاية أن زواجها من الإعلامية سرحان شائعة وما فيش حاجة وما فيش حد يعنجح من غير ما يتحدث بالطوب وخاصة المصريين والعرب يحبوا يحدثوا الناس بالطوب وعن التصريحات التي أدل بها المستشار مرتضى منصور والذي روج لشائعة زواجها من الإعلامية سرحان قالت مرتضى منصور بتاع فرقعات وهو صادقنا ولكن لازم يقول إفه ودلوقتي ما فيش صحبية ولما بشوفه بسلم عليه ووجهت المخرجة إناس الدغيدي رسالة خاصة لهيالة سرحان قالت فيها إلي أمل حلوة لبيني وبيني قبرها ما أتت نسي محدش هيوقع ببينها تاني أبدا إناس الدغيدي بعشع عائلة من رجالة وفي سياق آخر كان قد حلت المخرجة إناس الدغيدي ضيفا ببرنامج كلام الناس في رمضان والذي تقدم الإعلامية ياسمين عز والذي يزاع على فضائية مي بي سي مصر في حوار تحدثت فيه الدغيدي عن الكثير من المحطات الفنية الهمة في مسيرتها وكان وقد تحدثت إنهاز الدغيدي عن الفنان أحمد زكي وقالت كان صديقي جدا وكان جالي وبييجي ويقعد في البيت عندي وكان متعف في التصوير لأنه كان بيكون الآن دايما متوتر من كل أفلامه شكرا لكم أحبائي وعزائي ولكم مني كل الحب والتغبير ونهني أخواتنا المسلمين مرة أخرى بكل بعيد بفتر المبارك ويجعل مصر في سعادة وإناء لا تنسوا اشترككم في القناة وقناة الملكة والأمير شكرا لكم ولمحبتكم شكرا لكم